بشرت بلدية إربد بإزالة أزاء من ساحة فعرة وسط المدينة لاستبدالها بدوار لتخفيف الازدحام المروري في المنطقة وصاحة فعرة أنشئت قبل أعوام من قبل وزارة السياحة بكلفة أربعمائة ألف دينار لتكون متنزها للمواطنين إلا أنها تحولت إلى مرتع لأرباب السوابق رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس هاني أو حسين بني هاني قال لرؤية إن البلدية قررت إزالة جزء من الساحة واستبدالها بدوار لحل المشكلة المرورية وإيجاد حل لمشكلة تجمعات أرباب السوابق قالوا بدنا نعمل مجمع فعرة طيب فعرة وين وإربد وين مع التسمية غلط كمان هاي ساحة فعرة صارت بؤرة فساد بؤرة فساد للمحجرات ساحة فعرة بالوضع اللي هو موجودة والطريقة اللي تصممت فيها هي غير ناجحة بكل المعايير بصراحة لأسباب كثيرة واحد المساحة مساحتها الثنين اللي هي إحاطتها بثلاث شوارع شكلها ثالث الإشي الرابع التصميم وهو الأهم مشكلتنا بالفراغات الحضرية مشكلتنا بالفراغات الحضرية خاصة بوسط المدن إذا كنا منحكي بعمان أو كنا منحكي بإربد أو منحكي بأي مدينة جميعها فشلت جميعها فشلت وباءت بالأخير موبع أو موطن لسلوكيات غير حضرية خلينا نحكي إمكانيات البلدية بتسمح لهاش أنها تستملك الأبلي هناك وتوسع الشوارع وتحل المشكل مروريا الاجتهاد اللي صار من قبل كوادر الدوار البلدية كانت دار مروري ودوار الأشغال أن نأخذ جزء من هذه الساحة جزء من هذه الساحة اللي نحل مشكلة المواقف الباصات فوعرة وحوار وتقبل أكثر من قرية طبعا اللي في شمال مدينة أربد ما يقارب سبعة ثمان قرى ما لهم مش موقف اللي باصاتهم فبالطر يوقفوا بالشارع العام وبساوة هذا أزمة مرورية خانقة هناك كمان بزيد الأزمة يعني مشكلة فاجتهادنا هذه الدوار لنقل جزء مش الساحة كاملة بعيدة وأكد جزء لا يتجاوز ثلث المساحة الإجمالية